بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ بقى في المحاضرة التانية ودي كده بداية الهيستوليشي يعني المحاضرة الاولى ده محاضرة انتروداكشن ببقى فيها معلومات بالنسبة لك قد تكون مهمة من الامتحان وممكن مش مهمة الامتحان بس اي معلومة قالت فيها مهم اننا نفهم الجزء اللي جاي من نهاردة ان شاء الله احنا هنبدأ كده في الهيستوليشي طيب هنبدأ نتكلم على الخلية وهناخد محتويات الخلية وهنبدأ نتكلم عن حاجة اسمها اللي هي الاعضاء او العضيات اللي موجودة جوها الخلية زي ما اتفقنا اي حاجة هنتكلم عليها في الهيستوليشي لازما هنتكلم عن بتاعتها علشان نعرف دي ايه هقول لك جولجي أبريتا ستقول لي يعني ايه جولجي أبريتا سقول لك ده اللي بيعمل كذا وكذا وكذا تانية حاجة هتقول لي بتاعه انت بتشوفها ازاي تحت هتقول لي مش بيبين ديتيل زي ما بيبينش تفاصيل ولكن في ضلات مايكروسكوب لازم أن تقول لون تقول visibly باللي ما تكسب الانديوسين يعني بنشوفها بالصبغة الأردنر العادية ولا ما بنشوفها شي بنشوفها لونها أحمر اسيدوفيليك ولا بنشوفها لونها أزرق بيزوفيليك هل لها شبيشيالستين ولا لا شبيشيالستين بي اي اي اس يستوي كييميكال لها شبيشيالستين ولا لا ده اللات مايكروسكوب تانية حاجة الالكتروميكروسكوب بمعنى لما تيجي توصف لي مثلا الميتوكنديريا وتقول لي الميتوكنديريا دي لها الممبرين الخارجي والممبرين الداخلي وجوه الميتوكنديريا في كزا يبقى ده كل الالكتروم مايكروسكوب تمام يبقى احنا هناخد اي حاجة هنتكلم في تلات نقط دول علشان ممكن في الفاينال يجي لي سؤال ريتن يقول لي اكتب الفانكشن اف فيجي لي سؤال ريتن في الامتحان يقول لي اكتب او منشن اللايت مايكروسكوب اف او اللايت عند الالكتروم مايكروسكوب اف يبقى انت كده هتتكلم عن الحاجة اللي احنا هنشرحها طيب اول ما نبدأ كده احنا عرفنا خلاص ان الخلية دي البيزيك استراكتشار ادن البيزيك فانكشن اف زه يومن باطي بمعنى ان دي الوحدة التركبية والوحدة الوظيفية بنقول the smallest living part ده اصغر جزء حي يقدر ان هو لو شيلته كده وحطته في بقى مناسبة يعيش لوحده طيب الخلية عندنا نوعين حاجة اسمها ايو كاريوتيك وحاجة اسمها برو كاريوتيك ايه المدشابه فيهم قال لي كلمة كاريوتيك او مو كلمة كاريوتيك معناها نواة طيب ايو يعني ايه قال لي ايو يعني حقيقي برو يعني بدائي او ما قبل النواة يعني اذا ايو كاريوتيك سيلز يبقى دي خلايا فيها نواة حقيقية والبرو كاريوتيك سيلز فيهم نواة بدائية او لسه النواة ما تكونتش فلما تجي تشوف هنا كده ادي النواة النواة قدامك عبارة عن ايه قال لي عبارة عن غشاء ممبرين عبارة عن سائل جوه النواة ثم النيوكليولوس والدين ايه ماتيريال موجودة جوه السائل ده اللي هو الديين ايه والارني البرو كاريوتيك بقى لأ بتلاقي حلى طول النيوكليويد او المادة الراصية موجودة في السيتو بلازم فولا في غشاء ولا في اسائل نووي ولا في نوية ولا في اي حاجة هو شوية دي ان ايه مرمي جوه السيتو بلازم فبقت برو كاريوتيك سيل فبقول ان الايو كاريوتيك سيل دي الخلايا بتاعت الانسان او الخلايا بتاعل حيوان ده ما البروكاريوتيك سيل للخلية بتاعت البكتيريا هنا طبعا الخلية بتبقى كبيرة عشان فيها مكونات كتيرة هنا الخلية بتبقى صغيرة هنا الخلية أو الخلية بمحتواتها عبارة عن كائن متحاود ببلازمة منبرين اللي هو الغشاء اللي برده لكن البكتيريا بيبقى لها سيل وول ده فرق برضه ما بين الايوكاريوتيك والبروكاريوتيك سيل ان الغشاء الخارج للخلية ده هو عبارة عن سيل ممبرين لكن الغشاء هنا عبارة عن سيل وول ثم بلازمة منبرين يعني لها طبقتين مش طبقة واحد سيل وول اند بلازمة منبرين وبيبقى ساعات خارجهم كابسول يبقى ثلاث حاجات محوطة لخلية طبعا لان خلية ضعيفة ما فيش فيها مكونات تحميها فيش اي حاجة لازم ان الغشاء بتاعها يبقى قوي جدا ده البروكاريوتيك سيل طب بالنسبة للايوكاريوتيك قال فيها النواة اللي هي ديفينت ممبرين ليمتد نيوكليوس يعني نيوكليوس متعرف عليها لما بيشوفها بقول هي ده النيوكليوس ولها ممبرين لكن البروكاريوتيك ما فيش فيها نيوكليا يدي ان اي مرمي في السايتو بلازم الايوكاريوتيك ببقى لها كمية كبيرة من الارجانيل اللي هو لو جيت تبص كده هتلاقي اه ده جسم وده جسم وده جسم وده جسم وده جسم وده جسم طب تبتبص هنا هو على قائلة شوية نقط ليه الريبوزومس فبيقول لي ما فيش فيها ممبرين لمتد ارجانيل او فيها كمية قليلة جدا لكن فيها ايه فيها رايبوزومس يبقى ده الفرق بين الايوكاريوتيك والبروكاريوتيك ممكن يجيليمكرنا يبقى هيومان بكتيري أبر لازمة ممبرين هافا سلوون ليها ممبرين ليمتد نيوكليوس ليك نيوكليوس يعني ناقصة او عجزة ليها ممبرين لمتد ارجانيل يعني ارجانيلز او عضيات لها ممبرين دي ملهاش عضيات لها ممبرين ليك ممبرين ليمتد ارجنل طب لما نجي نتكلم بقى عن الايوكاريوتكسل لها خليط جسم الانسان ونبدأ نقول هي بتحتوي على ايه تقول لي هي من الخارج عبارة عن سلم ممبرين السلم ممبرين ده يحتوي جواه نيوكلياس يبقى ارسمهم هدي السلم ممبرين وقادي النيوكلياس الفراغ المتواجد بينهم يسمى ايه يسمى السيتو بلاسم السيتو بلاسم ده عبارة عن تلات حاجات ماتريكس اللي هي الارضية اللي هو السائل بتاع السيتو بلاسم اللي بنسميه السيتو زول واكتوبها عندك ده جنب كده الماتريكس ده اللي هو السائل البلاسمي السائل البلاسمي ده في شوية حاجات شوية حاجات حية يعني بتقوم بوظائف وبتقوم بعملات حيوية اللي اسمها الارجنل وارجنل هنا تصغير كلمة ارجن وارجن يعني عضو فدي عضيات ثم شوية حاجات غير حية شوية كالسا متخزنين شوية حديد متخزنين في الخلية لها cell inclusion طيب بعد كده هنتكلم على النيوكلوس اللي النيوكلوس ده عبارة عن نيوكلير انفلوبت اللي هو الغشاء بتاع النواة ثم الغشاء تجوها جسم كبير اسمه النيوكلولوس ثم المسافة بين النيوكلولوس والثائق والغشاء فيها حاجة اسمها النيوكلير ثاب اللي هو السائل النووي السائل بتاع النواة ثم الكروماتين اللي هو DNA موجود في السائل ده إذا ، هنبدأ أن نتحدث عن شئ حاجة في محتوى الخلاb قال ولئه بسى الشئ قال لي إصحاب الحالي استحابه بيافة يسمى بلازمام امبرين فبيقول لي ده الليفينج اوتر بويندير ده الغشاء الخارجي تمام طيب النيوكلياس دي النواة قال لي دي الكنترولينج سنتر احنا لو هنشبه الخلية بمدينة فالنواة هي مجلس المدينة يبقى دي اللي بتصدر الاوامر ثم السايتو بلازمو ده اللي بيحتوي بقى على الارجانيل وعلى الانكلوجن وانكلوجن يعني محتويات ثم بيكلمنا على السايتو بلازميك ماتريكس اللي اسمه سايتو زول يعني ماهوش سايل اقوص ماهوش شوية مية لزوجوتهم خفيفة زي المية لا ده سايل تقيل يعني تقيل في بعضه كده زي العسل كده اللي عبارة عن اقوص جل يبقى مية وفيها بروتين فيها كربوهايدريتوليبد فيها انزيمات فيها معادن وايونات واملاح يبقى كل ده موجود فيها فيزود اللزوجة بتاعتها شوية هنبدأ نتكلم على البلازمامامبرين فلما نتكلم على البلازمامامبرين او السيل مامبرين ودول اسمين ليه ناخد الاسم الثالث ليه اللي اسمه بلازما لمة لمة يعني مامبرين او لير فالبلازمالير او الملازمامامبرين اللي هو غشاء الخليل بالنسبة للسمك بتاعه انا بتكلم عن ايه عن السمك يبقى ده الالكترومايكروسكوب معلومة عرفتها بالالكترومايكروسكوب اللي من 7.5 ل 10 نانو متر ده السيكنس بتاعه نجي نشوفه ما بتشافش غير بالالكترون مايكروسكوب هرفيع جدا ما لو انت فاكر كنت بقولك اللايت مايكروسكوب الريزوليوشن بتاعه ومعدل المعامل الريزوليوشن بتاعه كان 240 نانو كان 240 ايه نانو المحاضرة اللي فات 240 نانو ده يقدر يشوف السبعة ونص لا ده عايز اقل حاجة يكون 240 طب ده اصغر من 240 يبقى ما يشوفهاش يشوفها كلها نقطة واحدة دخلة في بعضها ما يشوفهاش طب بالالكترون مايكروسكوب يظهرلي ازاي؟ قال لي يظهرلي كتراي لمينار أبيرانس المفروض ان احنا عارفين ان كلمة مونو أحادي أو يوني أحادي كلمة باي سنائي كلمة داي سنائي كلمة تراي سلاسي فتراي لمينار لمينار يعني لير فتراي لمينار معناها انه هو بيظهر في شكل التلات طبقات طب التلات طبقات عاملين ازاي اللي تحت اللايت ميكروسكوب تحت اللايت ميكروسكوب الالكتروميكروسكوب عاملين تحت الالكتروميكروسكوب نلاقي التلات طبقات كده طبقة خارجية بنسميها الالكتروميكروسكوب الحاجات بتظهر لنا ابيض فالوسويد بنقول عليه الالكترون دينس دينس يعني غامق والفاتح بنقول عليه الالكترون ليوسينت اللي هو لايت يبقى طبقة بره غمقة طبقة جوه غمقة ثم طبقة في النص وتبقى الالكترون ليوسينت اللي هي فاتحة فبنقول ان يبقى جزء مضيق في النص ومتحاوط ببرة بايه بتو دارك لاين يبقى اسود اسود وفي النص ابيض يبقى طري لامينار طب لما يجي كده سؤال ويبقى ريخم شوية ويقوم ايلك ايه فسر مسلا او ديسكس البلازما ميمبراين under الالكترون ميكروسكوب ابير تراي لامينار ابيرانس هتقول له ايه هتقوم قايل له بسبب ان البلازما ميمبراين ابير از تو دارك اوتر لائنس ان كلوزنج لايت باند فيبن لتراي لامينار بس السؤال سهله يبقى تكملة الجملة يبقى مفيش حاجة صعب علي ماقفش قدام السؤال واقول ايه السؤال الغريب ده لا جاوب باللي انت تعرف هو ليه بيبن لي ثلاث طبقات عشان طبقتين صمر جواهم طبقة بيضة فبيبن لي ثلاثة طيب البلازما ميمبراين بيحتوي على لبد وبروتين وكربوهايدريت بنسب مختلفة فلو جيت مثلا مثلا عشان برضو فيه هنا سؤال رخم وبيبقى سؤال استنتاجي ومحدش بيجاوبه الليبد مكوناته او تكوينه مثلا 40% من الميمبراين 35% من الميمبراين البروتين بيبقى تقريبا 55% ل 60% الكربوهايدريت كمية بسيط 5% طب دلوقتي لما اقول لك ان الليبد 35% البروتين 60% الكربوهايدريت 5% يبقى من الماجور كومبوننت of البلازما ميمبراين من اكبر جزء اكبر مكون للبلازما ميمبراين ال 60% يبقى البروتين البروتين هو اكبر كمية موجودة في البلازما ميمبراين طب انا مش بسألك على كمية انا بقول لك من المين كومبوننت of the structure تركيب بتاع السيل ميمبراين ودايما السؤال بيجي structure عشان انت تقوم رايح مختارك كبير اللي هو البروتين لأ تعالى كده بص لشكل السيل ميمبراين قدي البلازما ميمبراين او السيل ميمبراين ببقى طبقتنا همات قدي الطبقة اللي بتبانلي dark تمام اللي هي الرؤوس دي او الكوار دي قدي الطبقة اللي بتبانلي white اللي هي بيضة يعني light وقدي الطبقة اللي بتبانلي dark عشان كده بيظهر لي try laminar طيب الشكل اللي قدامك ده من المركب او المكون structure بتاع السيل ميمبراين هتقول لك كوار كوار دي كثير جدا هي المكون هي الارضية الاساسية بتاعت السيل ميمبراين ومحطوط فيها بقى شوية حجات زي ده زي دي زي ده زي الحاجات اللي طلعها دي صح يبقى المكون هنا التركيب الكوار الكوار ده هي تليبت لكن الحاجات الكبيرة ده هي بروتين فالبروتين يمثل الكمية الأكبر لكن حجمه كبير انما اللي حجمه صغير اللي فارد السيل ميمبراين كاكل ما عايز السيل ميمبراين اللي هو اللي بايحواط لكده البروتين لو جيت اجمعه كله مع بعضه هيغطي لي بس الحتة دي لو جنب بعضه رازفه هيغطي لي بس الحتة دي طب بقل الخلية يبقى ما ينفعش البروتين لكن الليبت بفرش للخلية كلها بيحواطل الخلية كلها فبنقول ان الدهون هي اللي بتكون طب تعالى بقى نشوف المكونات دي مكون مكون اللي اقول المكون معايا الليبت الليبت او الممبرين بيحتوي على فوسفولبيد وكولستيرول وفوسفولبيد معناها الليبت فيها مجموعة فوسفات قال الفوسفولبيد دي عبارة عن حاجتين ادي الفوسفولبيد عبارة عن رأس اللي اسمه هيد وعبارة عن ديل اللي هو اسمه تيل يبقى هي دي اول حاجة ان الفوسفولبيد دي دي جمعة في طبقتين ادي طبقة بره ودي طبقة جakins ده مسلا جوى الخلية ام وده بره الخلية اوت طبقة بره وطبقة جو طيب البيلير او الدابل لير ده عبارة عن ايه قل عبارة عن رؤوس اسمها الهد والهد ده هي هيدروفلك هيدرو يعني ايه هيدرو يعني مية هيدريشان يعني مية دي هيدريشان يعني جفاف المية فهايدرو يعني مية فلك يعني محب فهايدروفلك يعني محب للمية لكن التيل هيدروفوبيك فوبيك هي من كلمة فوبيا بيخاف فهايدروفوبيك بيخاف من المية فعلشان كده تلاقي برا الخلية في مية اللي هي المية اللي موجودة حوالينا الخلية وجوه الخلية في مية اللي هي السيتو بلاسم فتلاقي اللي هد رمي نفسه البره ورمي نفسه الجوه علشان يبقى هو المواجه للماء لانه بيحب المية لكن التيل بيخف من المية فيقوم تجمعلي في النص فده اللي برضو يدين بتاع السيلب امبرين تراي لامينار أبيرانس يبقى التراي لامينار أبيرانس سأقول له ان السيلب امبرين under light microscope قلنا بسبب بقى ايه هندخل في تفاصيل شوية بسبب ان الفوسفوليبد في الاوتر او في اللي هو السطح الخارجي بتاع كل ايه والهايدروفوبك تيل في الميدل بتاع الممبرين يبقى انت كده كتبت اجابة ناموزاكي طيب بالنسبة للكوليستيرول قال للكوليستيرول ده موجود كده ايه حتت كده بتربط الفوسفوليبد بايلير ده ببعضه او بتربط الفوسفوليبد ببعضها فده اللي بتعمل ايه هي اللي بتتحكم او ريستريكتنج الموفمينت بتاع الفوسفوليبد هي اللي بتتحكم فيه لما يجي سألني يقول لي الفلوديتي فلوديتي يعني ايه يعني المرونة مش هنا بقى سائل فلودي لا فلوديتي يعني المرونة جاية منين السلممبرين المرونة بتاعته جاية منين هقول لهم الكوليستيرول الكوليستيرول هو اللي بيسمح بالحركة بتاعت الممبرين يبقى بازن الليبد عبارة عن فوسفوليبد وكوليستيرول طيب ممكن يجي لي سؤالكم الهد اندت دي اول محاضرة فانا مش 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 باشرح قدمه بقول اسئلة لان انت وانت جاي تزاكر بتبقى مش عارف انا هزاكر ايه هركز على ايه اللي هيجلي في الامتحان فانا كل جملتين اقف واقوم قيللك اسئلة وهيجي لك كذا وهيجي لك كذا عشانو انت بتزاكر تعرف بازاكر ازاي يبقى هنا ممكن يجي لي امسك يو ان الهدس بتاعت الممبرين دي عبارة عن ويقوم حاطط الاختيارات او يقول لي فورم ايتش ممبرين سيرفس ويديني اختيارات هايدروفيلك ولا هايدروفوبك ولا ايه بالظل او ممكن يجي لي هنا سؤال ريتن ويقول لي compare between الهايدروفيلك والهايدروفوبك هتقول له الهايدروفيلك دي الهد الهايدروفوبك دي التيل الهايدروفيلك بتبقى بولر يعني ايه بولر كطبية ما اي حاجة بترتبط بالمية لها بولاريتي فبتبقى كطبية زيها انما دي ان بولر لها الهايدروفوبك الهايدروفيلك عشان بترتبط بالمية بتبقى شارجد مشحونة انما الهايدروفوبك انت شارجد تمام يبقى ديك كده مقارنة قلت البولاريتي قلت التشارج قلت الهايدروفيلك هي الهدس قلت الهايدروفوبك هي التيل لسه اما كان تكون الهايدروفوبيك كم الممبرين سيرفس الهايدروفوبك كم الممبرين يبقىggerيكو ليبد دهكر بها هيه بيكون لحاجة اسمها بيبقىische حاجات Budweb بتحت بالمنبرين من لحدها اسمها السيل COAT او الجلايكو كاليكس اكتب جنبها السيل كوت اسمها السيل كوت مهم ده اه مهم فيه السيل او fue اللي تيدزم الخلاف باعضها مهم فيه السيل ريكوكنيشن احنا بنعرف الخلية او بنعرف ان دي تبع الجسم او تبع اي نسيج من خلال الجلايكو كالكس او السلكوت الخارجي ده فالجلايكو بروتين الجلايكوليبد مهم بعد كده الممبرين بروتين قال لي الطايبس بتاعت الممبرين بروتين والله لو جدت بص على الممبرين من فوق كده لو تلاحظ يعني الكتل الكبيرة دي بروتين في بروتينات ماشية من برة لجوه وفي بروتينات يدوبك متعلقة جوه يدوبك دخلة في الجزء اللي برة يبقى فيه ممبرينز او فيه بروتينز ماشية فيه الممبرين او صروق الـ All Membrane Sickness اللي هي بنسميها Trans Membrane Trans يعني عبرة الممبرين دي اسمها Integral Protein ثم فيه بروتينز يا اما متعلقة على الممبرين من برة يا على الممبرين من جوه فدي اسمها البريفرال بروتين فبقول لي ان الانتجرال بروتين بتبقى Incorporated في الفوسفوليبيت بايلير يعني محشورة جوه كده محطوطة جوه علشان كده بتعمل لسبان للبيلير بتفصله عن بعض تمام كومبليت لسبان البايلير يعني هي بتبقى جافة النصقى دي البايلير ودي البايلير اهو ثم هي جاية وقفة هنا تمام فبتفصلهم عن بعض بنسميها ايه بنسميها الترانسميمبريم بروتين يبقى انتجرال بروتين دي الترانسميمبريم بروتين الكلمة اللي انا بقولها لك اللي بتجي في الامسك يوه take all sickness of البلازماميمبريم انتجرال بروتين ممكن تكتبها انا مش كل حاجة هحطها لك في المذكرة لقى انا حطيت كل حاجة في المذكرة او في الكتاب اللي انت بتذكر منه هتلاقي معلومات كبيرة جدا هتيجي يا دكتور تقول لي انت في معلومات زايدة عن المحاضرة لكن زي ما انا بقول لك الدكتور اللي قاعد بيدي المحاضرة ده بيشرح فبيقول معلومات وفي معلومات انت بتقرأها بتستنتجها وفي تلاعب بالالفاظ وفي جملة شبه جملة يعني direct to the incorporate with the physical lipid معناها ان هو complete less banners physical lipid معناها ان هو take all sickness of the plasma membrane ففي جملة انا المفروض اقولها لك عملا انا بشرح لك ليه انا المفروض اقولها لك طيب البريفورة البروتين عندنا بيبقى loosely attached عشان هو ماسك ايه من تحت جدا او ماسك من فوق بس ماهوش مغروس في الممبرين فبيبقى loosely attached لمين لل two membrane يعني يا برة يا جو يا اما على particular side يا اما ودايما بيبقى غالبا على السيتو بلاسمic side يعني دايما بيبقى البروتين البريفرال ده دايما تلاقي موجود لجوه نادر او ما تلاقي موجود لجوه دايما موجود لجوه طيب بالنسبة برضو للبروتينات ففي بعض الكاربوهايدريت اللي هو oligosaccharide وكلمة oligosaccharide يعني سكر عديد عديد يعني السكرات عندنا انواع في المونوسaccharide اللي هو سكر احادي زي الجلوكوش كده وفي الضاي ساكرايد اللي هو السكر السنائي زي الساكروس كده وفي الأوليجو اللي هو من ثلاثة العشرة مكون من ثلاثة العشرة وحدات من المونوسaccharide تمام ثم في البولي عايزين نعرف ان اللي بيكون للجلايكوكالكس بتادلججججججججججججججاجد تمام تعطيب نتحدث على الكاربوهايدريت اتفقنا بقى ان هي مرتبطة بليبد او مرتبطة بضهون بتكون للجلايكوكاليكس. قال للجلايكوكاليكس ده سيل سيرفس كوتينج. يعني ده غشاء قد الخلية وخلاص بالسلممبرين بتاحها ده بقى حاجة هلامية كده بتجيت ايه? بتحوض بالخلية ككل. يبقى بتغلى في الخلية او بتغطي الخلية. اسمها الايه? السيل سيرفس كوتينج. عبارة عن مرتبط بليبد وبروتين. فبنسميه جلايكو ليبد او جلايكو بروتين. ببقى طبعا موجود على الاكسترنال آآ موجود ناحية برا. طيب السؤال بقى اللي ممكن يجي هنا ريتين يقول لي زي ما هو كادب كده. او ازا ايه? او ازا سيل كوت? تقول له السيل كوت ده عبارة عن سيل سيرفس كوتينج. او 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 اوليجو ساكرايد اتتش التو بوس ليبد اند بروتين. تمام كده? اا اند اكس بوس ده اد الاكسترنال سيرفس بتاع الممبرين مش مهمة دي. المهم انت كتبت انه اوليجو ساكرايد مع لبد اند بروتين عشان يكون عشان يفورب جلايكو ليبد اند جلايكو بروتين. طيب بقوللي لما تجي تشوف السيل من برين كده بتلاقي شكل مميز. اسمه موسايك أبيرانس موسايك أبيرانس ده عاملة شبه البلاط المكسر بمعنى بلاطة عاملة كده لما تجي تشوفه من فوق تلاقيه بقع، بقع مهوش واخد كله لونوا واحد ليه الموسايك أبيرانس بتاع السلم EMBR اللي بسبب الالترنيتينج بروتين ان ديليبت احنا اتفقنا ان الكور كتير جدا ومحشور خلالها بروتينات فلما تجي انت تطبص من فوق تشوف حتة بروتين حتة ايه فسفوليبت حتة شوية بقعت بروتين بقعت فسفوليبت فبقع جنب بعضها كده تديني شكل ايه المزوك ابيرنس يبقى يقول لي منين جايب الفلويد مزوك ابيرنس بتاع سؤال مهم جدا بتاع الممبرين اقول له بسبب ان البلازمة يعني حتة وحتة يعني منطقة يبقى مزوك ابيرنس بيقول لي فيه الممبرين عندي يعني يسمح بالفري موفمينت يعني الممبرين بتحرك وبروحه بيجي ماهوش مثلا حاجة نشفى عملال دايرة فالخلية واخد شكل الدايرة دايم لانت لو ضغطت على الممبرين ده هيدخل لجوا معاك شدته لبرا هيطلع لبرا معاك ففي منه ايه حرية او فري موفمينت تمام قولنا الفري موفمينت بسبب الكولستيرون طيب بقول لي هنا اخر جملة اخر جملة يعني شبه الجملة اللي فوق بيقول لي البروتين بيشكل المزوك او الموفم المزوك ابيرنس ويز الفلويد لبيت باي لير فبيكون لفلويد مزوك موديل اللي هو غشاء او ممبرين شكله مبقع شبه البلاط اللي هو البلاط الكسرة لما بيحطوه في الارض وفي نفس الوقت اللي هو فلويد مزوك موديل يبقى فلويد مزوك موديل هتكتب الاول منينجل مزوك ابيرنس ثم منينجل فلويد ان في البادي تمبريتشر الباي لير لاو في لوودي اس فلويد اللاوينج الفري موفم طيب بعد كيه بيقول لي الترانسميمبرين بروتين والميمبرين ترانسبورت مهم جدا الجزء اللي جاي ده احنا عارفين ان ده غشاء الخلية وكلمة غشاء الخلية يعني حدود الخلية واي حدود بيتم من خلالها عملية ترانسبورت عملية نقل من برا الجوة او من جوة لبرا مش فرق برا اسمه الاكسترا سولر ماتريكس اللي هو السائل اللي ما بين الخلية بنسميه الاكسترا سولر ماتريكس او الاكسترا سولر فلويد جوة اللي هو الخلية طيب الميمبرين بروتينز اللي هي البروتينات اللي كانت موجودة ترانسميمبرين من برا الخلية لجوة الخلية اللي ده عبارة عن سيليكتف جيتوي يعني بوابات بوابات سيليكتف بتختار انها تعدي بعض الـ small molecules يبقى عبارة عن بوابات بيعد منها molecules فبنسميها حاجتين يائما iron channel اللي هي بوابات الايونات ودي تسمح بمرور بعض الايونات زي فيه بوابات بتسمح بمرور سوديوم كالسيوم أو بوابة خاصة بالسوديوم بوابة خاصة بالبوتاسيوم ثم فيه عند الكارييرز والكارييرز دي الحوامل الحوامل ديت بتبقى بتشيل نوع معين من المولوكيولس الجزئيات وتنقلها الى الجانب الاخر وفي الجزئية دي انا عايز اشرح لك الترانسبورد كلمحة كده معلومة لك مهمة جدا وهتفيدنا بعد كده ان شاء الله ده السر الممبرين بتاع الخليج السر الممبرين بتاع الخليج قلت لك المينستركتشر بتاعه ايه فوسفوليبت فاذا هذا الممبرين يعتبر فوسفوليبت يعني يعتبر لبت طب علشان عدي في حاجة لازم ان الحاجة دي تكون لبت زيه لازم ان تكون بتدوب في الدهون لبت سوليبول تمام كده يبقى هو لبت والحاجة اللي تعدي فيه لازم ان تكون لبت سوليبول طب لو عند حاجة وطر سوليبول حاجة ما بتدوبش في الدهون قال لي بص قدامك احتمالين لو حجمها كبير يبقى كل سنة انت طيب انت محتاج كارير يشيلها يعديه طب لو حجمها صغير يبقى البروتين ايون تشانل اللي موجودة داخل السر الممبرين دي ممكن تعديه يبقى الايون تشانل او البروتين تشانل دي بتعدي اللي هي مين اللي هي الوطر سوليبول اللي ما بتقدرش يتعدي لان البوابات ده هيت بنقول عليها ايه وطري بصوي يعني ممر مائي خلال الممبرين اللي هو اصلا لبت طب لو حاجة كبيرة قال لي نحتاج كارير الكارير ده شيال او حامل الشيال ده بيجي يمسك المادة ويزقها الجوه تمام كده؟ طيب عشان خاطر الحاجات دي زاخر عندنا نوعين من الترانسيبورد حاجة اسمها باسف ترانسيبورد وكلمة باسف يعني بدون طاقة وحاجة اسمها اكتف ترانسيبورد واكتف ترانسيبورد يعني 반�تاقة يبقى ايزا هنا ايزا هنا باسف ترانسيبورد باستخدمش اي طاقة مباسخدمش اي اي تي بي لكن هنا باستخدم اي تي بي ممكن تكتب الكلام ده مهم جدا كمقارنة الباسف ترانسبورت دوات ممكن يتم لوحده او ممكن يتم بمساعدة حد هو هيتم لوحده ازاي قال لي هنا كمية كبيرة من المولوكيولز كمية كبيرة من الايونات كمية كبيرة من اي حاجة وجوه هنا كمية قليلة في فرق في التركيز ولا ما فيش فيه لو هذا الممبرين لو هذا الممبرين له بيرميابيليتي هيحصل هنا يعني انتشار يعني انتشار يعني هنتقل من التركيز العالي الى التركيز القليل زي ما تجيب معلقة شاي تحطها في ايه في مية بتبدأ تنتشر اللون الشاي بيبدأ ينتشر نقطة حبر في مية بتبدأ تنتشر فالانتشار هنا بيتم من التركيز العالي للتركيز القليل يبقى under concentration gradient concentration gradient يعني فرق التركيز مش عايزك تكتب المصطلحات دي بس تكتب هنا بس ان ده بيتبع concentration gradient اللي هو فرق التركيز لكن الـ active transport لو انا عايزة المنحة التانية من تركيز قليل لتركيز عالي فهنا انا هبقى ماشي عكس اللي الـ concentration gradient يبقى لازمان تستهلك طاقة انا لو جبت مية او لو جبت ايه صخرة فوق جبل وزقتها او هي نزلت تحدها تنزل بتأثير الجاذبية من تركيز العالي تركيز القليل لكن لو هي تحت وانا عايزة اطلحها فوق انت محتاج طاقة لان انت ماشي عكس الجاذبية هي نفس الفكرة بالضبط طيب الـ passive ده هو تيبقى مفيش ATP وبيتبع الـ concentration gradient ممكن يتم بدون مساعدة فسميه passive diffusion ان ده diffusion حصل باسف بدون اي حاجة بدون طاقة وبدون مساعدة طيب ممكن حد يساعدني ولكن الحد ده يكون طيب ما ياخدش طاقة ما ياخدش ATP فسميه فاصلاتة diffusion فاصلاتة يعني ايه فاصلاتة يعني حد يساعده يعني حد يساعده او يسهله فاصلاتة يعني يسهل او يساعده ففاصلاتة diffusion يعني فيه برا مكونات كتير وفيه جواه مكونات قليلة فاذا ان انا ماشي معه الـ concentration gradient لكن الكاريير ده هو تقطر خيره انا مش قادر عدي خلال الممبران لاني مثلا او مادة كبيرة بروتين عايز يدخل بيقوم الكاريير ده يقول له ايه انا هامشي معاك هامشي معاك يعني ايه هوصلك فهوصلك انا مش اتعب في حاجة انا يدوبك هامشي معاك لكن في الاكتف هنا احنا بنحتاج طاقة وبنحتاجنا اهو كاريير اللي هو بنسميه بامب تدخل الحاجات دي برا فهنا بتشيل الحاجة وبتحطها برا كلمة بتشيل يبقى محتاجة طاقة يبقى زم باختصار الجمل اللي اللي انا قلتها دي النقل عندنا نوعين passive و active الباسف بحتاج ما بحتاجش اي تي بي بيتبع ال concentration gradient اللي بنسميها obey يعني يطيع concentration gradient انما ال active transport بيحتاج اي تي بي وضنت ايه obey او لا يتبع ال concentration gradient طيب ال passive نوعين نوع اسمه passive diffusion وده بيتم بدون ATP بدون carrier بدون حامل النوع التاني فاصلتات ال diffusion وده بيتم بدون ATP ولكن بcarrier طيب ال active transport بيتم بATP وبيتم بcarrier ال active transport ده منه نوع خاص اسمه bulk transport bulk transport يعني ايه bulk يعني كمية هنا نبنقل شوية molecules في ال active وال passive transport bulk transport ممكن ابلع خلية كاملة دخلها جوه الخلية بتاعتي او ممكن اطرد ارجانيلز معين برا الخلية فاذا انا بتكلم في حاجة كبيرة مش شوية molecules صغيرة ايونات صوديوم وبوتاسيوم وكلام من ده فال bulk transport ده هنا بنسميه او بنقسمه الحاجتين اجزو سايتوزيس واندو سايتوزيس يبقى اللي انا شرحتولك ده علشان في الاخر اجيبلك الجزئية اللي عندك عشان تبقى فاهم معانا ماشي ازاك البلك ترانسبورتو منو نوعين اجزو لو هنقل لبرا قوت الممبرين بنقل الماكرو مولوكيول الحاجات الكبيرة بقول لي ده مين بلك موفمنت يعني حركة لكمية كبيرة في ميكرو مولوكيول ميكرو يعنى صغير ماكرو يعنى كبير حنقل لله برا الخلية لكن لو cerve اندو سايتوزيسو نوعين فا جو سايتوزيسيس� وبينو سايتوزيسيس بسميه سيو ايي تينج بمعنى ان الخلية ممكن ان تخذ Leg كمية كبيرة من الصود صلد يعني صلب صلد مولوكيول فبنسميها اننا بنهدم حاجات البينو سايتوزيس بقى قال لي لا مش كده البينو سايتوزيس ان الخلية بتاخد جزء من الاكسترا سولر في لويد اللي هو السائل اللي جوها الخلية فبنسميها ان الخلية بتشرب فكلمة الخلية بتشرب انها اخدت جزء من السائل يبقى الاندو سايتوزيس بص معايا كده او الممبرين بقوم راجع لجوه كده تقوم الحاجة جاء وقفة جواه يقوم راجع قافل تقوم الحاجة دي طالع يبقى انا كده اخدت جزء من الممبرين تمام اه وانا طالع بجيب حويصلة بتلزق في الممبرين وبعد كده الممبرين يفرد ويطالع للحاجات دي يبقى انا كده عوضت الجزء اللي انا اخدته يبقى اندو سايتوزيس اجزو سايتوزيس كعمليات بتعوض السل الممبرين واحد بياخد منه واحد بتديله الفاجو سايتوزيس ببلع انجشن اوف بارتكلز سولد ماتيريال سل ايدي البينو سايتوزيس اللي باخد كمية من الاكسترا سولر في لويد اللي هو السائل اللي برا الخليه فبسميها سل درينكينج وبقى انا كده خلصت البالك ترانسبورت تعال كده نحل سؤالنا على السريع نشوف الدنيا عاملة ازاي بقول لي ايدنتفاي بروسس ايه بروسس بي بروسس ايه قدامها انا هطالع لزقت في الممبرين اللي تحمت بي اه يبدي اسمها اجزو سايتوزيس صحي كده صحيب بي الحاجة جات الممبرين نزل الحاجة جات وقعت فيه قفلت الممبرين خرجت من الممبرين يبدي اسمها اندو سايتوزيس طيب بقول لي كومبيليت زاميسينجور السيل لايكينج نيوكلياي اند ممبرين لمتد ارجانيل از بروكاريوتيكسل الاليجو ساكرى دي تشين طيب بقول لي اختار الاجابة الصحيحة البلك موفمينت اف الماكرو مولوكيول انتو زا سيل يبقى ايه انتو انا مسكت في انتو انتو يعني هدخل يبقى اندو سايتوزيس طيب لو ما جتش ما لقيتش في الاختيارات اندو سايتوزيس اكيد هلاقي فاجو سايتوزيس وبينو سايتوزيس يبقى عايز نتقرن بينه فهيقول لي ايه بلك موفمينت اف صلد ماكرو مولوكيول انتو زا سيل يبقى دي فاجو سايتوز ماكرو او بالك موفمينت تقف بار تقف الاكسترات سيلر في لويت يبقى دي اسمها بينو سايتوز يبقى ركز في الحاجات دي طيب بعد كده بيقول لي خلاص ده المفروض دي ما تقاليتش غير مرة واحدة في المحاضرة اللي هي البريفرال بروتين فبقول لي دي ما بتبقى موجودة في السايتو بلازمك سايد دي بقى دي البريفرال بروتين البريفرال بروتين كمعلومة ليك دي بيتمثل الانزيمات الانزيمات اللي بتبقى جوه الخلية علشان تقوم بيه اي انشطة او تفاعلات كيميائي كده احنا خلصنا الجزء الاولاني من المحاضرة ان شاء الله المرة الجاية هنبدأ نتكلم على السيل اورجانيل ونبدأ نتكلم على كل اورجانيل نقول لللايت مايكروسكوب الكترون مايكروسكوب والفانكشن بتاعته وهتبقى على هيئة فيديوهات صغيرة بحيث ان احنا ما نملش يبقى كل اورجانيل في خمس دقايق عشر دقايق خمس دقايق عشر دقايق بيت توفيق ان شاء الله وياردتوا انشوروا الحاجات دي لزا ما لكم اشتركوا في القناة